انت عارف المطياف الغرض منه الحصول على طيف نقي او تحليل الطيف الى مكونات مرئية وغير مرئية المطياف ده بيتكون من ايه؟ فيه المجمع عدسة لما قلن زاتة بعد بقر صغير قلن خالية من عيوب العدسات يوضع عند بقرتها فتحة مستطيلة ضيقة الوظفتها بتجمع حزمة رفيعة متوازية من الاشعة الضوئية يبقى اول شرط ضبط المصدر الضوئي بحيث يكون في بقرة العدسة اللمة ضبط المصدر الضوئي بحيث يكون في بقرة العدسة اللمة العدسة دي وظفتها تعطي حزمة رفيعة متوازية من الاشعة الضوئية عشان كده سمناه مجمع الاشع او محدد الاشع عدسة لما زاتة بعد بقري صغير وبعدين خالية من عيوب العدسات قلنا الزغ الكري والزغ اللوني موضوع في بقريتها فتحة مصطلة ضيق اتنين الشرط التاني يلزم ضبط المنشور يلزم ضبط المنشور بحيث يكون في وضع النهاية الصغرى للانحراف كي يحرف اشعة كل لون متوازية وغير موازية اشعة الالوان الاخر يخلي الاحمر يوزي الاحمر والبنفسيجي يوزي من بقى البنفسيجي تمام هنا انا قلتلك حاجة ايه وظفة المنشور وظفة المنشور انه يحرف اشعة كل لون متوازية وغير موازية اشعة الالوان الاخر كلامك حالو يبا انت كده قلتلي الشرط الاول توضع الفتح يوضع المصدر الضوئي في بقرة العدسة اللام الشرط التاني ان يكون المنشور في وضع الناس صغر للانحراف ليه عشان يحرف اشاعة كل لون متوازية وغير موازية اشاعة الالوان الاخرى بعدين هنا فيه العدسة الشيئية العدسة الشيئية وظفتها تجميع اشاعة كل لون في بقرة واحد تقع في المستوى البقري لها يمكن روط الطب وسط العدسة العيني يبانا سريعا هعلمك حاجة وانا بجاب السؤال ده فهمته ازاي قلت ما هي شروط الحصول على طيف ناقف المنشور قلنا واحد يلزم ضبط مين بقى المصدر الضوئي بحيث يكون في بقرة العدسة اللام اتنين ضبط المنشور بحيث يكون المنشور في وضع ان الصغرى للان حراف ده الشرط اللازم عشان نحصل على طف نقي من المطيف بس انا زوت ما وظفت المنشور المنشور وظفته يحرف اشاعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية اشاعة الالوان الاخرى ايه وظفت العدسة الشيئية تجميع اشاعة كل لون في بقرة خاصة بها تقع في المستوى البقر للعدسة يبني فهمتك ما الغرض من المطيف او استخدام المطيف الحصول على طف نقي او تحليل الطيف الى مكونات مرئية وغير مرئية ما وظفت المنشور يحرف اشاعة كل لون متوازية فيما بينها وغير موازية اشاعة الالوان الاخرى وظفت العدسة الشيئية تجميع اشاعة كل لون في بقرة خاصة بها تقع في المستوى البقر لها شوف انا اشتغلت ازاي طب ايه شرط الحصول على طف نقي تكتبه النبي حاجتين واحد ضبط المصدر الضوئي بحيث يكون في مين في بقرة العدسة الحاجة التانية على فكرة المفروض ضبط المنشور بحيث يكون في وضع الناس صغرى افرد جهة اخر السنة قل لك اشرح طريقة الحصول على طف نقي لست في حاجة الى رسم سهلة واحد تضاء الفتحة المستطيلة الضيقة بضوء ابيض متقلق اتنين يضبط المنشور بحيث يكون في وضع الناس صغرى كي يحرف اشاعة كل لون متوازية وغير موازية اشاعة الالوان الاخرى تلاتة تقوم العدسة الشيئية بتجميع اشاعة كل لون في بقرة خاصة بها تقع في المستوى اللي بقول لها بكده ما تذكرشي النطيف خلاص قلتلك فيه كل حاجة اسألكم بقى سؤال بالمناسبة ايه رأيكم لو انا حطت هنا ضوء ابيض قدام بقى المنشور حلو تمام طبعا ايه اللي يصل رح تنحرف الاشاعة الضوئية وبعدين يتحلل للضوء الابيض الى مكوناته السبعة تمام لو مر ضوء ليزر اه ينحرف لكنه لا يتحلل يبقى ممكن يجيلك اخر السنة بكرة بعده ماذا يحدث اذا مر الضوء الابيض في المطيف يرح تنحرف الاشاعة الضوئية وتتحلل الى مكوناتها الاساسية طب ماذا يحدث لو دخل هنا ليزر او عتنسى الليزر عادي رح ينحرف زيه زي الضوء بس لا يتحلل عشانه هو وحيد الطول الموجي تمام طب اللي يحصل بقى لو انا ايه لو انا ايه جبت غاز بارد مر عليه الضوء الابيض الله عالكلمة دي جبت غاز بارد مر على الضوء الابيض وبعدين الغاز البارد ده كان في مؤرة العدسة دي هيظهر انا معتم يعني حب طيف مالو بقى حب طيف امتصاص هيختفي الطول الموجي المميز لهذا الغاز ويحل محله خط مين معتم كده يا بندق يا جميل تلا كل حاجة حوالين اللي